اشتركوا في القناة للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير وذلك بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين رفيع المستوى من مصر ودول الاتحاد الأوروبي وكذا ممثلي شركاء التنمية متعددة الأطراف فضلاً عن مجموعة واسعة من رؤساء ومسؤولي أبرز الشركات المصرية والأوروبية والعالمية وممثلي منظمات الأعمال المصرية والأوروبية وأكد الرئيس السيسي في كلمته خلال الافتتاح أن المؤتمر يمثل أول خطوات تعزيز علاقات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في جميع المجالات مشيراً إلى أن العلاقات بينهم شهدت تطوراً يصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية وتشمل ست محاور يتصدرها دعم الاستثمار ومن جانبها أكدت رئيسة المفاوضية الأوروبية أن مصر دولة مهمة في المنطقة وتطورها مفيد للمحيط الإقليمي مضيفة أنه تم الإعلان في مارس عن حزمة تبلغ 7.4 مليار يورو واليوم نوقع على أول اتفاقية تخص المليار الأول بهذه الحزمة الحضور الكريم يطيب لي أن أرحب بكم اليوم ديوفاً أعزاء على مصر مثمناً مشاركتكم في مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي 2024 الذي نأمل أن يكون قطوة جديدة ومثمرة في علاقات التعاون التي تربط بيننا السيدات والسادة تشهد العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تطوراً إيجابياً في شتى مجالات التعاون وقد تم تتويج هذا التطور بالتوقيع على الإعلان السياسي لترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة في مارس الماضي ونحن نجتمع معاً للمرة الثانية في فترة وجيزة لنشد انقاد مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي 2024 الذي يمثل أولى الخطوات التنفيذية لمسار ترفيع العلاقات ويعكس أيضاً التزام مصر والاتحاد الأوروبي بتخطي مرحلة التعاودات إلى مرحلة التنفيذ السيدات والسادة لقد شملت الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي ستة محاور يأتي على رأسها محور الاستثمار حيث التزم الجانبين بتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية بما في ذلك التجارة والطاقة والبنية التحتية والنقل المستدام والزراعة والأمن الغزائي والتحول الرقمي والأمن المائي وشبكات المياه والصرف الصحي والمشوعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وغيرها من القطاعات الحيوية المنتظر أن تحشد استثمارات أوروبية تقدر من أحوى 5 مليارات يورو إلى جانب ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص بما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتمكن مجتمع الأعمال الأوروبي من الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر وأعزل في الوقت ذاته من مكانة الاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك التجاري والاتثمار الأبرز للاقتصاد المصري وأود بهذه المناسبة أن أتوجه بشكر للسيدة رئيسة المفوضية على ما تقبي من جهد لتفعيل مصار ترفيع العلاقات مع مصر انطلاقا من إيمانها بمحورية دور مصر كشريك استراتيجي رئيسي للاستحاد الأوروبي في المنطقة وبما يعكس قوة علاقتنا الثنائية لا سيما في الأوقات الدقيقة التي يمر بها الاقتصاد العالمي السيدات والسادة يأتي انعقاد مؤتمر للسلمار في وقت شديد الدقة في ظل أزمات دولية وإقليمية متعاقبة ألقت بزلال شديدة السلبية وتحديات متعددة وعباء اقتصادية على جميع دول العالم بمختلف مستوياتها الأمر الذي يتطلب دعما وتنصيقا مستمرا بين مصر وشركائها في أوروبا من أجل المعالجة المستدامة لهذه التحديات خاصة بعدما أثبتت مصر أنها الشريك يمكن لاعتماد عليه في مواجهة التحديات المشتركة وبما يحقق الأمن والاستقرار في جوارنا الإقليمي إن مصر تخطو بخطة ثابتة وسريعة على طريق التغيير والإصلاح من أجل اقتصاد أكثر استدامة وفي سعيها لتحقيق ذلك قامت الدولة بعدد من الإصلاحات المزيد من تمكين القطاع الخاص وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ودعم التحول الأخضر وحجل الاستثمارات الأجنبية المباشرة إن مؤتمرنا اليوم سيتيح للدول والكينات الاقتصادية الأوروبية فرصة الاطلاع على الإمكانات الاستثمارية المتوفرة في مصر لا سيما في المجالات المحافزة لنمو الاقتصادي والتشغيل مثل اقطاع الاتصالات والتكنولوجيا تكنولوجيا المعلومات والصناعات التحولية وينتاج الطاقة النظيفة والمتجددة والاقتصاد الدائري فضلا عن الترويج لمصر كمركز إقليمي لسلاسل المداد للشركات الأوروبية ومركز لنقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء على ضوء القرب الجغرافي والموقع الاستراتيجي لبصر إضافة إلى إلقاء الضوء على المناطق الجاذبة للاستثمار في مصر كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن إنعقاد هذا المؤتمر اليوم يمثل رسالة ثقة ودعم من الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري ولإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تم تنفيذها على مدار العشر سنوات الماضية وتحرس الدولة على مواصلة تنفيذها خلال الفترة المقبلة وبما يعكس نجاح تلك الخطوات ويؤكد قدرة وإرادة مصر على تخطي التحديات الاقتصادية والمضي قدر من نحو تنفيذ خطة التنمية الشاملة أكد وزير الزراعة والاستصلاح الأراضي السيد القصير أن الدولة المصرية أطلقت مبادرة لإنشاء منطقة لوجستية لتغزين وتوزيع الحبوب وذلك في ضوء أهمية الموقع الجغرافي المتميز التي تتمتع به مصر وهو الأمر الذي أيدته وزيرة الزراعة الروسية جاء ذلك خلال مشارقته في الجلسة الثانية بالاجتماع الوزاري لدول تجمع البريكس والتي كانت حول مقترح روسيا الاتحادية بإنشاء برصة لتجارة وتوزيع الحبوب بدول التجمع لتعزيز تبادل السلع والمنتجات الزراعية بين دول التجمع في ضوء وجود عدد من الدول المنتجة وأخرى مستوردة للحبوب كأعضاء بالتجمع كما أشار وزير الزراعة إلى أن مصر تدعم المقترح الروسي من حيث المبدأ والخاص بإنشاء برصة للحبوب كعنصر فاعل لتنمية وتعزيز التبادل التجاري بين دول التجمع الأمر الذي سيساهم في توفير قدر كبير من المعلومات عن الإنتاج والاستهلاك والأسعار وخلق مناخ من الشفافية والتنافسية بالإضافة إلى المساهمة في تبادل المنتجات الزراعية بصورة منتظمة على أمل التوسع مستقبلاً لتشمل مجموعة متعددة من السلع يلتقي فريق نادي أمبي في الرابع عصر اليوم باستاد السويس فريق نادي بلدية المحلة وزلق ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مصابقة الدوري المصري الممتاز ويستضيف فريق نادي الاتحاد السكندري في الساعة الخامسة والنصف اليوم نظيره فريق نادي الداخلية باستاد الأسكندرية كما يواجه فريق نادي الزمالك في السابع مساء اليوم نظيره فريق نادي سيراميكا باستاد القاهرة الدولية اشتركوا في القناة